تونس تنطفض تونس تسقط حكم جماعة الإخوان إنها مسيرة الشعب رفض الشعب للأخوانة ودفاع الشعب عن الهوية الوطنية لا أحد يستطيع أن يستهين بالشعب ولا أحد يستطيع أن يزيف وعي الناس ولا أحد يستطيع أن يضحك على العقول بكلمات عن الدين وعن العدالة وعن الحرية وهو في نفس الوقت يناقض نفسه تماماً في كل ما يطرح الشعب التونسي شعب عظيم شعب منتمي شعب يعرف جيداً متى يتحرك ومتى يقول كلمته أعطى الفرصة تلو الفرصة لأكثر من عشر سنوات ولكن عندما وجد بلاده تتهاوى ومؤسسات دولته تتأخوان خرج ليعلن الرفض سعوا إلى إرباك المشهد تآمروا على الدستور وقلصوا من سلطات رئيس الدولة حتى يسيطروا ويهيمنوا وزوحوا هم أصحاب القرار الوحيد تركوا الأزمات تتفاقم الفقر البطالة ترد الخدمات الصحية حتى جاءت جائحة كورونا ارتبك المشهد عن عمد تركوا الأمور تمضي وكأنهم يريدون أن يقولوا أننا غير راضين على وزير الصحة الذي هو أحد أتباع الرئيس كما يقولون إنه ذات المشهد يتكرر في مصر وفي تونس سأحدسكم بعد قليل عن هذا المشهد وسنرى بالدليل العملي هل كانت مصر محقة في قرارها أم لا هل كان الشعب المصري العظيم الذي خرج في السلاسين من يونيو ترجمة نانسي قنقر